وإنضاب علينا من بغداد دكتور خالد عبدالإله أستاذ العلوم السياسية في جماعة بغداد يا دكتور من أي زوايا قرأت بيان الكتل أنيابية ورفض الشارع العراقي لما جاء في طياط هذا البيان هل هو حالة وعد لهذه النوعية من المبادرات أم لا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ولي جميع مشاهدة لقناة الغد العربي وشاكل لهذه السضافة يعني بالتأكيد نتوقع هذه الخطوة التي جاءت متأخرة من بعض القوى السياسية لأن تجتمع وتتحدث عن خارط الطريق يمكن أن تعيد الثقة مرة ثانية بالشعب العراقي والمتظاهرين الذين ما زالوا يصرون على ما طالبوا به في بداية شهر أكتوبر ولحد هذه اللحظة هو التغيير الشامل هو الأصلاح الشامل هو في إطار مأسسة الدولة العراقية هو في إطار محاربة المحاصصة والطائفية والقومية والمذهبية أن نتوقع لو كان هذا الاجتماع في بداية التظاهرات في بداية شهر أكتوبر بمخرجات واضحة بتعاطي واضح مع ما كان يطلبه المتظاهرون سيما أنه كانت المطالب في ذلك الوقت مطالب ذات مضامين اجتماعية والاقتصادية ولكن بعد استخدام الأسلوب الأمني أو العنف من قبل الحكومة والقوة بالتحديد تم الحديث عن المطالب السياسية ورفعت سخف المطالب الأمر الذي وصلنا اليوم إلى مشكلة كبيرة اللي هي غياب الثقة يا دكتور على أثر بيان الكتل النيابية في إطار هذا الجانب على أثر هذا البيان وما جاء به هل حدث خلاف بين برهم صالح وعدل عبد المهدي يعني نتوقع اليوم عدم حضور الرئاسات الثلاثة في هذا الاجتماع يدل بشكل أو بآخر إلا أن هناك مشاكل ما بين الرئاسات الثلاثة سواء كان من يمثل رئيس بللمان أو رئيس الوزراء وحتى رئيس الجمهورية هناك كان ممثلين لم يحضروا بأنفسهم وهناك تسأل لماذا تم عقد هذا الاجتماع في طرف يعني في زعيم سياسي اللي هو تيار الحكم السيد عمار حكيم لماذا لم يكن هناك يعني عقد لهذا المؤتمر أو هذا الاجتماع في رئاسة الجمهورية كون أن السيد رئيس الجمهورية سيد برهم صالح طالب في بداية تظاهرات أكتوبر أن يكون هناك حوار وطني ما بين القوى السياسية فرضا عنه ليس جميع القوى السياسية هي أيضا حضرت منها سائرون لم يحضر منها المنبر جماعة ياد علاوي دكتور ياد علاوي لم يحضر وبالتأكيد هذا يعني عدم الاتفاق بشكل واضح عن الخارطة الطريقة التي يمكن من خلاله أن تفضي إلى تقبل وجهات نظر أخرى ربما يا دكتور وفقا لبعض المراقبين هي حالة من المناورات السياسية بين الكتل السياسية وانيابية وهناك من يرجح وفرضية أن يكون عدل عبد المهدي هو تبشأ الفداء من وراء هذا البيان ومن وراء هذا الاجتماع هل تتطفق مع هذه الطروحات يا دكتور؟ أول شيء ليس هناك مجال الحديث عن المناورات كل يوم يعني ينتهي ويأتي يوم آخر وما زالت التظاهرات مستمرة وهذا تدول بشكل أو بآخر إلى الضواغط التي يمكن من خلالها أن تخرج عن الإطار السلمي ونتحدث عن صدامات دموية لا سمح الله وهذا ما نبهت عنه المرجعية فيما أشارت إليه في آخر خطابة عندما تحدثت عن الفوضى لذلك يجب أن يكون هناك تنازلات المرجعية الدينية تمسك العصر من وسطها كما يرى البعض لا خطاب المرجعية الأخير كان واضحا في دعم التظاهرات في المحافظة على سلمية هذه التظاهر وبالمعادلة الأخرى بأن المرجعية وصفت الطبقة السياسية بالمواطلة والتسويف في إجراء هذه الإصلاحات ونبهت وحذرت بأن ما بعد 1 أكتوبر يعني الاحتجاجات التي حدثت هو ليس ما قبل 1 أكتوبر يعني قبل الاحتجاجات وبالتأكيد هذه رسالة واضحة للقوات السياسية العراقية يجب أن تعملوا في صالح خدمة المواطن العراقي والشعب العراقي والمتروك اليوم بأن المرجعية عندما تحدثت بهذا الخطاب هي ليست تمسك العصر من المنتصب وإنما هي صمام أمام العملية السياسية بعد 2003 وهي التي كانت لها دور كبير في فدوة جهد الكفاية في عام 2014 لذلك اليوم المرجعية تريد أن تنبه تريد أن تعطي إرشادات واضحة في التعاطى والتعامل مع هذه الأزمة لأنها أزمة وطن عندما شبهت الإصلاح بأنها معركة إصلاحية وطنية يقودها الشعب لا تقودها النخب أو الطبقة السياسية وهذه هي نقلة نوعية عندما حولت هذه المعركة واستفت بشكل واضح مع الشعب العراقي على رغم أنها كانت لها مواقف وطنية في طال هذا الجانب شكرا جزيلا ضيفنا من بغداد الدكتور خالد عبدالإله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد شكرا جزيلا دكتور 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 شكرا جزيلا دكتور